فيديو النهاردة مليان بأخبار للأسف حزينة شوية ويلا بينا نبدأ بالخبر الأول وهو أن فرقة بلاك بينك اتعرضت لخسائر مادية كبيرة جدا بسبب استخدام المعجبين للذكاء الاصطناعي وخليني أشرح لكم الموضوع دراسة بتوضح أن فرقة بلاك بينك الكورية هي دلوقتي الفنان الأكثر استماع بالذكاء الاصطناعي فالجمهور بيسمع أغاني بصوت بلاك بينك هما أصلا معمله هاش ولكنها بالذكاء الاصطناعي وتعرض المجموعة إلى خسائر مادية كبيرة جدا فبلاك بينك عندها دلوقتي أكثر من 17 مليون مشاهدة بصوتهم ولكنها بالذكاء الاصطناعي ومن أهم أغانيهم باتر أب والشيش لفرقة بيبي مونستر وبكده بلاك بينك معارضة لخسارة حوالي 500 ألف دولار أمريكي كمان في فنانين تانيين من البوب الكوري تعرضوا لخسائر ضخمة من الذكاء الاصطناعي كجيمين من بي تي اس وفرقة ستري كيدز ودلوقتي أنت كابلينك حاول قدر المستطاع عدم الاستماع لأي أغنية بصوت عضوات بلاك بينك بالذكاء الاصطناعي أما بقى على الناحية التانية من بعد فوز ليزا بجائزة أفضل كيبوب في حفلة توزيع جوائز امتي في السنة دي كان البلينك فخور جداً بيها وحتى أن وسائل الإعلام الأمريكية والدولية هنت ليزا على فوزها بفضل كيبوب للمرة التانية من بعد عام 2022 ورغم فخر البلينك الكبير بيها ولكنهم شعروا بحزن كبير جداً من بعد ما انتشر مقطع بيوضح ليزا وهي جالسة وحيدة وهادية جداً في قسم الفنانين على العكس من عام 2022 كانت ليزا حاضرة مع عضوات بلاك بينك وكان من الواضح جداً في وقتها سعادتها الكبيرة وهي بترقص وبتغني مع جيسو وباقي العضوات فعلى موقع التويتر شارك معجب فيديو من حفل امتي في السنة دي وبالفيديو ليزا كانت جلسة بمفردها وحتى في وقت ما تم الإعلان عن فوزها بجائزة أفضل كيبوب قارن الجمهور فوزها السنة دي مع فوزها في عام 2022 ففي 2022 هن جميع العضوات ليزا واستمروا في الهتاف ليها وتشجيعها إما السنة دي ليزا كانت وحيدة تماماً عشان كدت البلينك شعر ببعض الحزن عليها ولكن عندنا أمل كبير في لمشم للعضوات مع بعض مرة تانية من خلال ألبوم وغاني جديدة ومن بعدها هيكتبوا التاريخ مرة تانية ويحضروا حفل ام تي في مع بعض ونرجع نشاهد من جديد تفاعلاتهم الحلوة سوا